أهلا بكم من جديد. يهدف مشروع محاور التمكين الاقتصادي الذي تنفذه المؤسسة الوطنية لتمكين الأسرة نافي بتمويل من الحكومة الكندية ومؤسسة ميدا إلى تمكين الأسرة في مناطق الأخوار في الأردن وذلك من خلال تقديم صندوق للأدخار والإقراض تخصص لكل مجموعة لفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من الشباب والسيدات للبدء برسم الملامح الأولى لمشاريعهم الريادية التي تدعم المجتمع المحلي وتؤمن دخولهم لسوق العمل بتمويل ذاتي اجتماع أسبوعي تعقده سيدات في شونة الجنوبية ضمن مجموعة تتكون من 25 سيدة لشراء أسهم تصهم بالدخارهن للنقود التي تجمع في صندوق الادخار والإقراض والتي تقدمها المؤسسة الوطنية لتمكين الأسرة بتمويل من الحكومة الكندية وبالشراكة مع مؤسسة ميدا في مسعى منهم لتمكين الأسر ولتشجيعهم على البدء بتنفيذ مشاريع جديدة تعود بالفائدة والمنفعة على المجتمع المحلي نجتمع كل أسبوع طبعا في بيت إحدى السيدات من كل واحدة فيه معاها دفتر على الدفتر هذا كل واحدة بالطول مثلا الدفتر منسجل اسمها وحضورها وشو بتها تساهم معنا في عنا التكافل وفي عنا الأسهم ونجمعهم هيك على مدار الأسبوع من شكلين مجموعة من 25 سيدة فإحنا عملنا دستور إنه فيه مسؤولة عن المجموعة وستات مسؤولة عن القفل يعني لازم تقول كيف إنه نجتمع ثلث قفول والحمد لله يعني نستمع ببيت سيدة من السيدات وندخل أسبوعيا وإحنا حددنا أنه ديناريا للسهم ونسكن الصندوق ونسلمه لوحدة مشروع محاور التمكين الاقتصادي والذي ينفذ في مناطق روابط وادي الأردن بدأ أولى خطواته عام 2018 مستهدفا الشباب والسيدات في المناطق التي تحظى بالحصة الأقل من الاستثمارات والتنمية إذ بلغ عدد مجموعات الإدخار والإقراض 125 مجموعة تخفف من عبء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تثقل كاهل العملية التنموية على الأصعدة كافة اشتركنا معهم بهذا الصندوق له إيجابيات من ناحية تمكين الأسرة اقتصاديا وذاتيا من خلال صندوق موجود يتم استخدامه في ظروف الحياة بدل ما تذهب لصندوق الإقراض توفير مصادر تمويل لدعم مشاريع صغيرة ريادية تسهم في تأمين مصادر دخل مستدامة للمجتمعات المحلية المستهدفة تغني عن اللجوء إلى شركات التمويل التي تفرض أعباء إضافية وخيمة العواقب مشروع لتمكين الأسر في جيوب الفقر في الأردن يدعم أكثر من خمسة ألاف شاب وشابة في مجموعات إدخار وإقراض تقدم التسهيلات لإدارة شؤونهم المالية من دون قروض أو فوائد ريف برهما المملكة الشؤون الجنوبية ومعنا المديرة التنفيذية لمؤسسة تنافي الوطنية رانيا حيوك صباح الخير أهلا وسهلا فيك معنا أول سؤال دي أسألك عن موضوع صنديق الإدخار والإقراض كونه أول مرة بتم العمل بهذا الأسر فحبين نعرف منك شرح مفصل عنه في البداية طبعا أنا بحب أصبح عليكم وأصبح على قناة المملكة وأحب أصبح على جميع مشاهدين هذه القناة الرائعة مشروع التمكين الاقتصادي للسيدات في غور الأردن والذي يركز على مجموعات الإدخار والإقراض هو مشروع ريادي يعتبر في البلد كون الفكرة هي جديدة وطبعا تم الاستعانة بدول أخرى اشتغلت عمية الهكمة مشاريع وتركزت في جنوب إفريقيا فهذا المشروع جاء بفكرة أن نستخدم صناديق للإدخار والإقراض حتى نحاول نعلم السيدات كيف السيدة فيها تمول نفسها ذاتية بدون اللجوء إلى أي نوع من القروض أو التزامات مالية تمام هلأ هذا صناديق كبير صناديق إدخار أنتو بتعطوهم لكل مجموعة من السيدات قدي لازم يكون عدد السيدات تقريبا بالمجموعة في عدد معين ولا ما في مشكلة طبعا زي ما شفت حضرتك بالتقرير أنه إحنا هذا الصندوق هو صندوق مصنوع من الحديد يعني بيكون كثير متين تمام بيكون لكل صندوق ثلاث أقفال وهذه الأقفال طبعا في بداية السيدات يوم ما ببلشوا يجتمعوا مع بعض طبعا لازم العدد يكون ما بين 15 إلى 25 تمام وضعهم الاجتماعي بيكون يعني غير قادرات على دفع كثير من المبارغ للإدخار تمام يعني بيكون هم محطين بينهم دستور يعني الدستور بيكون محدد أنه أنا في أشتري سهم دينار لحد خمس أسهم هلأ في منهم ممكن يرفعوا سقف السهم أنه دينارين تمام فالسيدات يوم ما بيجتمعوا كل واحدة فيهم رح تشتري الأسهم اللي هي فيها تدفع ثمنهم أوكي كل أمتى بيشتروا سهم؟ هلأ هم بيشتمعوا؟ كل أسبوع؟ طبعا ببداية الاجتماع تاهم بيحددوا دستور بإمنه إحنا بنا نجتمع مرة كل أسبوع يبقى فيه سهم كل أسبوع إذا فيه دفع كل أسبوع هلأ فيه سيدات حابين يشتروا أكتر أسهم فتلاقي الوحدة سجلت اسمها وسجلت أسماء عيلتها تمام لأنه هلأ بكون غير مسموحة لها تشتري أكتر من خمس أسهم بس هي حابة اليوم تدخل عشرين دينار فتشتري هي خمس أسهم وباقي عيلتها كل واحد فيهم تشتري له خمس أسهم هنا هي تدخلت عشرين دينار يعني عشان نقرب أكتر للمشاهدين فكرة أنه الفكرة جديدة هي زي الجمعية تقريبا بس يعني فيها صندوق وفيها دستور لكل مجموعة نعم صحيح تمام هلأ أنا كنت واحدة من هدول السيدات وبيدي أقدر 500 دينار من هذا الصندوق كيف بيصير وكيف بيكون في فترة السداد طبعا هلأ هم في بداية اجتماعاتهم زي ما ذكرت لك بيكونوا حددوا أنه في دستور أنه إحنا هلأ بعد شهرين من تكوين سندوق الدخال وإقراض فينا نبلش نقرض السيدات اللي بحاجة لقرض فبيقعدوا مع الست بيدرسوا أول شيء المشروع لأنه إحنا في بداية المشروع ستروز بنعمل لهم تدريبات هذه التدريبات أول شيء كيفية اختلال المشاريع كيفية عمل دراسة جدول هاي المشاريع لأنه ما بصير الست يجي تطرح بدأت أخذ قرض 500 دينار وتعمل مشروع غير مجدد جسبة فشله عالي أيوة عشان هي رح ترجع تسده لهذا القرض أكيد طبعا رح تسده بدون فوائد إحنا ما حطينا أي نوع من الالتزامات على السيدات طبعا أكيد أنا يمكن لازم أذكر أنه إحنا تماشيا مع مبادرة جلالة سيدنا بموضوع الحد من ظهرت الغارمات إحنا أعتبرنا مشروع الادخار والإقراض هو أحد الآليات اللي رح تساعد السيدات بأنه يبتعدوا عن موضوع القروض وتوصل السيدة إنه تصبح سيدة مقترضة وسيدة غارمة وتحبس عشان مبالغ قليل جدا وزي ما إحنا عم نشوف طب هل من الممكن أنه بهذا المشروع يكون فيه سيدات مثلا يكون صعب عليهم أنهم يسدوا مثلا أكيد شوفي إحنا دائما بأي مشروع بنا نشتغل لازم نحط نسبي لأنه لازم يكون فيها رزق يعني هذا الموضوع اللي يكون فيه نوعا ما من المخاطرة فعشان هيك هم سيدات بيكونوا بين بعضهم عارفين في البداية أنه ما يرفعوا سقف القرض كتير عشان السيدة ما تتعثر في الدفع يعني بيكونوا متفقين أنه أنت فيك تاخدوا كل شهرين أو كل 300 دينار ولا تاخدي ألف دينار دفعة وحدة وممكن مشروعك ما ينجح وما فيك ترجع تسديهم فهم بيكونوا عارفين للمجتمع اللي هم فيه يعني هم ستات عارفين بعض عارفين بعض يعني أنه ممكن أرايب ممكن جيران وهذا شرط من الشروط اللي حد نحنا حطناها في البداية ونحنا ندربهم أنه ما تختاروا أنتوا مجموعات الإدخار بعيدة تكون أنتوا أهل بيتك نعم أنتوا أهل بيتك أنتوا جاراتك ممكن يعني هذا الإشي بيساعدهم يكونوا فيه ثقة بين بعض تمام عشان ما يصير فيه أي مشاكل بالدورة الإدخار والأقراط تحتهم طب فيه مشاريع أريدي بلشت طبعا إحنا المشروع رح يصل له سنة بشهر ستة وبتعرفي في البداية كان في عنا تدريبات كثير للسيدات وزي ما ذكرت لك إحنا من أهلهم أول شي كيف رح تعمل المشروع تعمل دراسة كيف تربطيه مع السوق لأنه ما بس يتعمل إشي ما يكون له تسويق طبعا وبالإضافة لأنه تدريب على على كيفية التسويق كثير مهمة فإحنا سوري بس يمكن أنا شوي كنت عم بسأل عن المشاريع اللي أريدي شافت النور نعم نشحت من هاي أحد المجموعات نعم صحيح أحد المجموعات حققت قصة نجاح إنه في سيد تشتغل معهم كانت في الزراعة في يوم سمعت عن موضوع سنديق للإدخال والقراط حبت تنضم تمام فبس انضمت ومن بداية بقولولي يعني السيدات المجتمعات إنه من أول ما بلشت قالت لهم أنا يعني مجرد ما بلشت وطعت القروض أنا بدي أول مقترد لأنه فعلا أنا بدي أعبود أول واحدة زي الجمعي بدي أعبود أول واحدة وفعلا لأنه أنا تعبت من موضوع الزراعة لأنه أنا بطلع من بيتي بكير كتير وبتأخر عولادي وبرجع بوقت متأخر وانت بتعرفي إنه إحنا تمام بالأردن منعاني نوعا ما وخاصة المزارعات اللي بيشتغلوا بيقطاع الزراعة في الأغوار ما عندهم تأمين صحي ما عندهم سلامة عامة وهذا إحنا بنشتغل عليه يعني كمسطة مجتمع مدني بس هذه السيدة فتحت في فيتها ستجيب أدوات منزلية أعطوها أول قرد يعني أول ما اجتمعوا شهر شهرين قالوا لأنت راس المال بديك يا مش كبير فعشان هيك رح تكون أنت أول مقترضة من هذا الصندوق فأعطوها مبلغ وقالوا لها بنعطيكي هذا زي رأس مال هلأ وإذا احتشتي أكثر لتطوير مشروعك يعني حتى المصطلحات اللي أصبحوا يستخدموها السيدات اللي دربناهم عليها بلشت تظهر خلال اجتماعاتهم وخاصة احنا منصور ومنوثق فبتقولهم أنه أنا أول شيء بدي أخذ هلأ أشتري شوية أغراض وبس أبيعهم رح أصير أحاول أطور من مشروعي فهذه أول قصة نجاح وإحنا كثير كنا ساعدين فيها تمام بس عندي سؤال أخير اللي حطت الأسهم تأخذ المبلغ نفسه ما بتأخذ عليه فوائد في نهاية الدورة هلأ الدورة يعني ممكن تمتد لتسعة شهر تمام في نهاية التسعة شهر إذا فيه هلأ المبالغ كلها اللي رجعت للصندوق للدخار ترجع زي ما هي ترجع زي ما هي لكل سيدة ادخلت تمام نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله يعني دائما منقدر يعني نكبر أكتر وأكتر بكل هاي المشاريع وبكل السيدات والشباب بكل المجتمعات نشكرك المديرة التنفيذية لمؤسسة التنافي ترجمة نانسي قنقر شكرا